أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان خلد عبدالغفار أن تنمية وبناء الإنسان تبدأ من مرحلة الطفولة وصولا لمرحلة الخروج لسوق العمل جاء ذلك خلال استقباله السافير اليابني لدى مصر أوكا هيروشي لبحث تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي ومجال التنمية البشرية وتطرق إلى مناقشة ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية للاطلاع على ترتيب مصر عالميا في هذا المجال حيث تحتل مصر المرتبة الخامسة بعد المئة من 193 عالميا بمؤشر سبعة وهو من المؤشرات الجيدة نسبيا